بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 part 11 reinforcement ratio or reinforcement details انا بنتكلم على details بتاعة حديد التسريح بتاعة الفريم اللي احنا صممناه طبعا عشان الفريم عندي frame symmetric فاحنا اخدنا نصف الفريم وحنتكلم على الحديد بتاع نصف الفريم اللي هو هنتكلم على column وعلى cantilever وعلى girder احنا مطلوب عندنا كان في section اللي هو اللي موجود هنا section 2 كم سيخ 6 اسياخ 5 اسياخ 522 طبعا الحديد بناخد فيه جزء منه مستمر وفيه جزء بنعمله cut off ففيه تلات اسياخ هناخدهم مستمرين من central للcenter وفيه سخين مقطوعين يبقى هنا فيه كم سيخ المجموع 3 و2 يبقوا 5 طب الجزء اللي فوق بنحط فيه اللي هو اتنين فاي اتناشا طب لما نيجي نشوف section 2 دوت في cross section اهو هنلاقي كم سيخ موجودين تحت هم خمس اسياخ وفوق فيه سخين اللي هم اتنين فاي اتناشا والdimension عندي total depth متر ونصف والعرض 35 سنتي او 35 من 100 متر بس نلاحظ هنا ان بدمة T عندي اكبر من 70 سنتي يبقى في الحالة دي محتاجة استخدم برندات او بنسميها الشرينكش بارز اللي هي اتنين فاي عشرة كل تلاتين سنتي طيب تعالى نشوف section 1 اللي هو موجود في الكاميرا برضو section 1 دوت كان مطلوب فيه كم سيخ فحطينا 6 اسياخ وهذه سخين يبقى دول 8 اسياخ طيب لما تيجي تعمل هنا الكروس section بتاعك تحت هتلاقي فيه كم سيخ تلات اسياخ اللي هم التلاتة فاي اتنين وعشرين ونفس الموضوع ان T هنا اكبر من 70 سنتي يبقى بنستخدم لشرينكش بارز اللي هو اتنين فاي عشرة طيب section بتاع العمود اللي هو section 3 ده dimension بتاعته متر ونص والعرض 35 سنتي وكان مطلوب كم سيخ 8 فاي اتنين وعشرين والنحية التانية فيه كم سيخ هنا 4 فاي 16 نفس الكلام كل 30 سنتي حنستخدم عند شرينكش بارز بس في الكولم بنستخدم 2 فاي 12 يعني في البيمز 2 فاي عشرة ولكن في الكولمز 2 فاي 12 طيب section بتاع الكنتليفر كم مطلوب كم سيخ 3 أو 2 5 يبقى دي 5 اسياخ اللي هم 22 وتحت هنا فيه 2 فاي 12 برضو عشان التى اكبر من 70 سنتي استخدمنا البرندات او الشرينكش بارز اللي موجودة عندك في جانب الكاميرا يبقى في الحالة ديت دي الديتيلز بتاعت الكولمز في ملاحظة هنا بس ان الحديد بتاع العمود ما بناخدوش مستمر من اعلى العمود الى اسفل العمود والسبب معلوم ان ده توزيع البندنج مومنت المومنت اعلى العمود بيبقى كبير عند اسفل العمود بيبقى zero فانا مش محتاج الحديد كله يبقى مستمر ولكن انا حاخد نص الحديد والنص التاني ممكن توقفه يعني كان فيه 6 اسياخ فيه 3 مستمرين وفيه 3 عملنا لهم cut off يبقى بكده انت عملت كل الديتيلز بتاعت الفريم